وأيضا كلنا عارفين وشايفين أنه عدد من هذه المشروعات كنا بنسمع وشفنا أشياء كثيرة جدا وقت كاب 27 في شارم الشيخ وأيضا المشروعات الخاصة بالكربون الأخضر وإزاي مصر تقدر تستفيد من عدد من مواردها بأنها تحصل على بيئة نظيفة وصحية وتكون أيضا صديقة للبيئة شفنا مثلا مشروعات خاصة بتبطين الترع دلوقتي بعد هذه الأزمات نقدر نقول أن احنا مش بس حققنا بيئة صحية ونظيفة واستفادة من الموارد ولكن كمان أيضا بشكل اقتصادي لأنك أكيد ده بيبقى فيه شكل اقتصادي بالنسبة للمياه أشار كمان سيد الرئيس إلى أن مصر أطلقت برامج عديدة من أجل التحول للطاقة الجديدة والمتجددة إلى جانب برامج تستهدف تحقيق التنمية المستدامة مشيرا أن تحركها في هذا المجال كان في وقت مبكرا انطلاقا من اتفاقية باريس للمناخ نستمع إلى جزء آخر من كلمة سيد الرئيس أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر وبقول فيه أن احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030 وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول لحماية وتنمية البيئة مثال احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لهذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة وده يكلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة أو تم تدويرها اذا بنتكلم بنتكلم في أكتر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكتر من مرة منحق بيها هدفين الهدف الأولاني أن احنا عارفين أن نبقى فيه مياه إضافية كحسس من النهر النيل حيبة أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المياه وما تبقاش ملوثة للبيئة